لنفرض أنه في شخص تركك أو تركك هل بإمكاننا نخليه يندم نخليه يشتاقلنا أكثر ونخليه يرجع ويترجانا حتى نصلح هذه العلاقة الإجابة نعم والسلاح هو قاعدة قطع الاتصال قاعدة خطيرة جدا لها فوائد ولها نتائج عجيبة إذا أنت طبقتها بشكل صحيح في حلقة اليوم بدنا نشرحها نشرح فوائدها أربع فوائد مهمة جدا رح أحكي لك إياها عن قاعدة قطع الاتصال رح أحكي لك شو هو أكبر خطأ يقع فيه الناس عند تطبيق قاعدة قطع الاتصال وكيف بإمكانك أن تتجنب هذا الخطأ حتى تطبقها بشكل صحيح لتكون نتائجها إيجابية جدا 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 ومضاعفة لك حتى تسترجع قوتك وثقتك في أي علاقة تابع معنا أهلا وسهلا فيك من جديد إيش هي قاعدة قطع الاتصال؟ ببساطة قاعدة قطع الاتصال تقول التالي عندما يحدث انفصال في العلاقة وخصوصا لما تكون أنت الطرف الأضعف أنت الطرف اللي ما عمل هذا الانفصال يكون الطرف المقابل هو الطرف اللي قطع العلاقة اختفى فجأة أو عمل الانفصال أو تسبب بالانفصال بالنسبة لك الآن قاعدة قطع الاتصال تقول لك لا تتواصل نهائيا بأي شكل من الأشكال مع الطرف المقابل يعني ما في مكالمات هاتفية ما في رسائل واتس أب ما في رسائل ميسنجر ما في لايك للبوستات تبعات هذا الشخص على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي ما في متابعة لستوريات هذا الشخص ما في أي نوع من أنواع التواصل مع هذا الشخص وبالتالي هذه القاعدة أيضا تقول لك لو تواصل معك هذا الإنسان ما بترد عليه نهائيا إلا لما تكون أنت اطمأنيت أنك طبقت القاعدة بشكل صحيح المشكلة مش في قاعدة قطع الاتصال الموضوع بسيط خلاص شخص تركك لا تتواصل معه ولو بأي شكل من الأشكال لأن معظم الناس في العلاقات وأكبر خطأ بيعملوا هو مجرد ما يصير فيه عدم ارتياح مجرد ما الطرف الآخر يتركني مجرد ما الطرف الآخر يبطل يتواصل معي برتبك بصير مباشرة أبعث له مسجات كثيرة إيش فيه طب إحكيلي طب أنا إيش عملت غلط إيش اللي صار وخصوصا إذا كانت الأنثى هي الطرف الأضعف في هذه المعادلة بتحاول بشكل جنوني إنها تعرف إيش اللي بصير وهنا المشكلة الكبرى إحنا هيك منكون حققنا الطرف المقابل أو حققنا هدف الطرف المقابل بابتزازنا عاطفيا هيك إحنا منكون أرضين غروره إنه إحنا اللي قاعدين بنتواصل معك إحنا بنا نعرف إيش اللي بصير إحنا الطرف الأضعف أنت بتقطع العلاقة متى ما بدك وبترجع متى ما بدك فهو هيك بشكل أو بآخر مثل ما بيحكوا باللهجة العمية بيستوطي حيطنا بصير متى ما بده يختفي متى ما بده يرجع وإذا أنت بدك تكون بعلاقة بهذا الشكل علاقة ضعيفة وركيكة بهذا الشكل أنت حر لكن أنت بتكون الخسران الكبير في هذه العلاقة شو أعمل؟ الطرف المقابل قطع العلاقة معي الطرف المقابل اختفى فجأة ما عم بيرد على رسائلي ومسيجاتي قديش المدة الكافية حتى أقطع الاتصال ولو فرضنا أنه رجع تواصل معي خلال هذه الفترة متى أرد عليه وشو أرد؟ هذا بالضبط اللي رح أشرح لك هي الآن فيما تبقى من حلقة اليوم لكن بدي تركيزك الكامل معي لأن قاعدة قطع الاتصال بسيطة ولكنها مهمة جدا وتطبيقها هو اللي بيحدد النجاح أم الفشل الموضوع ببساطة بدي أشبه لك يا وكأنك أنت قاعد بتخبز كيكة لما نخبز كيكة أحيانا إذا مجرد فتحنا بس الفرن وهي بعدها ما استوت ممكن تنزل ممكن اتقل الحرارة بالفرن وتفشل عملية الخبيز أو ما تطلع النتيجة النهائية مثل ما إحنا بدنا فلذلك مرات لما نكون عم نخبز الكيكة بيحكي لك أبدا ما تفتح الفرن إلا لما ينتهي الوقت لما أنت تطمئن أنه الكيكة استوت ممكن أنت تضوي ضوء وتشوفها من الداخل لكن ما تتدخل في فتح الفرن وأخراج الكيكة قبل أن تنضج وهذا بالضبط اللي بدنا نخليه في أذهاننا لما نطبق قاعدة قطع الاتصال كأنه إحنا بنخبز كيكة حتى لو حسيت أن هي قربت تستوي ما بطلح من الفرن خليها تنخبز على نار هادية لحد ما تنضج لحد ما الطرف الآخر يستوي هنا منطلع الكيكة بعدين إحنا حرين بدنا نخليها بالفرن ونطفي النار بدنا نطلعها بدنا نقطعها بدنا نأكلها إحنا حرين إيش نعمل لكن بتكون استوت والآن إحنا لم نتحكم بإيش بدنا نعمل انتبعينا صديقي في معلوماتنا المهمة جدا في حلقة اليوم لكن دي أحكي لك لأنه الموضوع مهم ولأنه قاعدة قطع الاتصال في إلها تفاصيل وإلها جزئيات مهمة جدا لخصنا لك إياها بملف مجاني بإمكانك تحمله من موقعنا وبترك لك أكيد الرابط في صندوق الوصف لو مهتم تعرف أكثر عن هذه القاعدة وتفاصيل تطبيقها لا تنسى تحمل نسختك المجانية من ملف قاعدة قطع الاتصال المرافق لهذه الحلقة حمل ملف من الرابط الموجود في صندوق الوصف خلينا نتابعه الآن لما نحكي عن المدة قديش هي المدة الكافية في بعض الأشخاص رح يحكي لك على الأقل أسبوع بعض الأشخاص بيقول لك عشرين يوم في أشخاص بيقول لك ثلاثين يوم لكن حقيقة ما في مدة مثالية لقطع الاتصال المدة هي بقدر ما تحتاجه أنت حتى تستعيد قوتك في العلاقة إذا احتاج الموضوع شهر شهرين ثلاث شهور ممكن أحيانا ما في مشكلة القاعدة الأساسية هي أنه أنت ما حتتواصل مع الطرف المقابل إذا هو فعلا يستحق أن يكون في حياتك رح يتكركب رح يتنرفز رح يحس أنه فيه إشي غلط كبير عم بصير لأنه أنت ما عم تستجيب لابتزازه ما عم تستجيب لتلاعب العاطفي بك فبالتالي رح يصير مثل الطفل الصغير اللي هو بده يرجع هو اللي بده يتواصل معك أنا ما هتواصل معك لحد ما أنت ترجع تتواصل معي وهنا في قاعدة قطع الاتصال المبدأ الأساسي والأساسي جدا فيها بيقول لك أنا هيني هون اللي بده ياني بيجي لعندي ولذلك يا صديقي قاعدة قطع الاتصال لما تطبقها بشكل صحيح لها أربع فوائد أساسية ومهمة جدا جدا الفائدة الأولى هي أنها توقف الدمار وتوقف امتداد السلبي للعلاقة يعني إذا إحنا في علاقة ممكن هذه العلاقة يتم إنقاذها والطرف المقابل قابل يحاول بشكل واعي أو بشكل غير واعي يتلاعب فينا عاطفيا مجرد ما نقطع عليه هذا الطريق طريق التلاعب العاطفي مجرد ما نقطع الاتصال من رجع التواصل السليم والصحيح في العلاقة فممكن يتم إنقاذ هذه العلاقة أحيانا ممكن الطرف المقابل بدون قصد هو قاعد بيحاول بده يعلمك درس بيحاول أنه هو يختفي عشان يعلم عليك يعني يحط نقطة عليك بيحاول يختفي ويرجع عشان يقول لك أنا هون أنا موجود في أسباب عنده ممكن بشكل لا واعي هو قاعد بيدمر العلاقة لكن هو ما بده يدمر العلاقة هو ما بده يأذي هذه العلاقة لكن هو بأسلوبه الخاطئ بضرب العلاقة فأنت مجرد ما تأخذ زمام القيادة وتقطع عليه الاتصال أنت توقف الضرر الحاصل وهنا من رجع التواصل السليم في حال فعلا هذه العلاقة كان يمكن إنقاذها لأنه استمر الموضوع بشكل سلبي واستمر الموضوع بتلاعب عاطفي ونفسي من طرف واحد هنا العلاقة رح تفشل فإذا كان فيه فرصة لإنقاذها الخطوة الأولى تكون بقطع الاتصال ونرجع قنوات تواصل سليمة وصحيحة الفائدة الثانية لقاعدة قطع الاتصال هي أنها تجبر الطرف المقابل على مواجهة فعله ومواجهة قراره لأنه بدي أقول له أنا مش على كيفك أنت بتقطع العلاقة وبترجعها من طرف واحد العلاقة هاي فيها طرفين فيها شخصين فمش أنت اللي بتقرر أنه هي العلاقة خلاص انتهت أنت أوكي اختفيت بمزاجك لكن ما بترجع بمزاجك فلما يكون هو بيحاول يتلاعب فيك عاطفيا بأنه يختفي ويرجع فجأة أنت بدأ تقوله ستوب لا يا حبيبي أنت اختفيت أوكي بس رجعتك ما حتكون بمزاجك أنت رجعتك بمزاجي أنا فواجه قرارك وذوق من السم اللي قاعد بتحاول أنك تذوقني منه الفائدة الثالثة لقاعدة قطع الاتصال هي أنها تجبر الطرف المقابل على أن يشتاق لك حيشتاق لك الموضوع بسيط جدا هو قاعد يحاول يتلاعب فيك عاطفيا لكن فجأة استضم بحائط الصد اختفيت أنت بطلت ترد على مسجاته أو أنت اختفتي بطلت تردي نهائيا وكأنه إحنا تحولنا إلى أشباح فهونا رح يزيد تفكيره فينا ورح يشتاق لنا غصبا عنه مش بكيفه لأنه هو قاعد يحاول يتلاعب فينا فإذا فعلا بيحبك إذا فعلا يستحق أن يكون في حياتك رح يحاول يصلح العلاقة رح يحاول يصلح الخطأ الدرس اللي كان قاعد يحاول يعلمك والفائدة الرابعة ومن أهم فوائد قاعدة قطع الاتصال هي أنها تميزك عن غيرك من الناس اللي ممكن هذا الشخص كان في علاقات سابقة معهم قاعدة قطع الاتصال بتخليك مختلف ليش؟ لأنه معظم الناس لما الطرف في العلاقة يحاول يبتزهم أو يتلاعب فيهم عاطفيا بيتخربطوا ما بيعرفوا إيش يعملوا ما بيعرفوا إيش يتصرفوا فمباشرة مثل ما حكينا في بداية الحلقة بيبدأ يبعث رسائل إيش فيه طب إحكيلي طب خلينا حكي طب رد علي ليش ما بترد إيش مالك بيتصرف بهاي الطريقة الخاطئة لكن أنت مختلف هو بيحاول يتلاعب فيك عاطفيا لكن فجأة لقى أنه أنت اختفيت وكأنه أنت مش سائل عن وجوده نهائيا وهذه الرسالة هي اللي راح تخليه تخربط وراح تخليه يدرك أنه أنت مش مثل الآخرين أنت كمان مش مثل الأخريات أنت متميزة وأنت متميز وبالتالي سيتعلم هو الدرس وهنا عشان نوضح يا صديقي قاعدة قطع الاتصال مش كبسة سحرية عشان ترجع العلاقة ولكنها كبسة سحرية عشان ترجع ثقتك بنفسك في هذه العلاقة وهنا بتكون قنوات التواصل سليمة لما نرجع نتواصل من جديد نتواصل بشروطنا إحنا مش بشروط الطرف المقابل إن أحببنا أن نعود لهذه العلاقة أو نرجع هذه العلاقة القرار لنا وإن وجدنا أنه في ثقتنا بأنفسنا وأنه إحنا أكبر من أنه يتم التلاعب فينا بهذه الطريقة فنمضي قدما ما منتطلع للوراء ونقرر أنه إحنا خلاص ما بدنا هذه العلاقة نهائيا أيضا القرار لنا وعندما نتخذ القرار بيكون بقوة كبيرة ليش؟ لأنه إحنا عدنا لنكون الطرف الأقوى في العلاقة قاعدة قطع الاتصال سلاح ذو حدين ممكن إذا طبقنا بطريقة خاطئة تكون نتيجة سلبية جدا لكن إذا طبقنا بطريقة صحيحة فعلا بتكون نتائج إيجابية ومفاجئة للطرفين في بعض الأحيان بدي أسألك الآن من الفوائد اللي ذكرناها لقاعدة قطع الاتصال شو أكثر فائدة لفتة انتباهك؟ فائدة أنت ما كنت منتبه لها من قبل اكتب لنا رأيك في التعليقات وطالما إحنا متكلم عن العلاقة العاطفية والتجاهل يترا كيف بإمكاننا إحنا فعلا نجعل من يتجاهلنا يندم حتى أكثر من قاعدة قطع الاتصال هذه الأمور والحيال النفسية شرحناها بالفيديو اللي بيظهر الآن أمامك فإذا أنت مهتم تتعمق أكثر بهذه المعلومات المجربة والمعلومات المثبتة نفسيا اضغط على الرابط اللي بيظهر أمامك شاهد الفيديو واستمتع بالتطبيق وبشوفك هون السلام عليكم سعد يونس